اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب معاني الأسماء واشتقاقاتها وكلامنا اليوم في ثلاث أخبار شريفات عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وعن الإمام الجوات حول معنى سبحان الله ومعنى الواحد في الله أما الحديثان الأولان عن الإمام الصادق حول معنى سبحان الله نحن نتلفظ بهذه الكلمة في كل يوم مرات كثيرة وهي من أذكار الصلاة ووردت في الآيات القرآنية الكثيرة سبحان الله أولاً نتكلم حول إعراب هذه الكلمة سبحانا بالفتح الكلمة كما يقول بعض علماء العربية مفعول مطلق أي أسبحه سبحاناً والمفعول المطلق يأتي للتأكيد ولكثرة الاستعمال حذف الفعل فبقي المصدر وأضيف إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله يعني أنزه الله تنزيهاً فمعنى كلمة سبحان التسبيح سبح وسائر اشتقاقات الكلمة هو تنزيه الله سبحانه وتعالى وإذا استقصينا موارد استعمال هذه الكلمة في القرآن الكريم نجد أن هذه الكلمة سبحان الله مستعملة في خمسة موارد المورد الأول تنزيه الله سبحانه وتعالى عما نسب إليه من الشريك ومن الولد فإن المشركين سواء مشركي مكة أو المشركين من سائر العرب أو من سائر الناس هؤلاء قد ينسبون شريكاً إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون له شريك أعلى وأجل من ذلك وأحياناً ينسب المشركون إلى الله سبحانه وتعالى الولد مثلاً النصارى يعتقدون أن عيسى ابن لله أو المشركون في مكة وفي جزيرة العرب قبل الإسلام كانوا يزعمون أن اللات والعزة ومنات هذه بنات الله وأن الله سبحانه وتعالى له شريك وهي هذه الأصنام فالآيات حينما تنقل زعم أولئك المشركين تأتي بكلمة سبحانه كقوله سبحانه وتعالى في سورة القصص سبحان الله وتعالى عما يشركون يعني ننزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون له ولد عن أن يكون له شريك وهو أعلى من ذلك مرة نحن ننزه شخصا عن قضية لكن نقول يمكن أن يبتلى بها كما تنزه إنسان عن معصية تنزيه إنسان عن معصية معنى أنه لم يرتكب تلك المعصية لكنه قد يرتكب وتارة نقول إنه أعلى من ذلك مثلا المعصوم ننزهه عن ارتكاب المعصية هو منزه عن ذلك وهو أجل وأعلى من أن يرتكب تلك المعصية بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس منزها فحسب عن الشريك بل هو أعلى من ذلك لماذا لأن سائر الأشياء مخلوقات لله سبحانه وتعالى والخالق أعلى من المخلوق فلا يمكن أن يكون المخلوق شريكا للخالق لأن كل وجود المخلوق وكل قدراته وكل ما له إنما هو منحة من الخالق فلا يعقل أن يكون شريكا له في أي شيء من الأشياء هذا المورد الأول في استعمال التسبيح وسبحان الله المورد الثاني تنزيهه عن النقص لأن كثير من الكفار والمشركين وأصحاب العقائد المنحرفة ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى النقص لا أقل يقولون بإمكان ذلك النقص عليه يعني الآن بعض المسلمين كالأشاعر مثلا هؤلاء يقولون إن الله لا يظلم ولكن إذا أراد أن يظلم فهو المالك لكل شيء يمكنه أن يظلم فلذلك يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لو مثلا ألقى بأنبيائه في النار ووضع أعداءه والكفار في أعلى الجنة فذلك عمل حسن من الله سبحانه وتعالى لأنهم يزعمون أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع ودلت آيات قرآنية متعددة أن بعض الأشياء لها حسن ذاتي كالعدل وهذا أمر عقلي أيضا وبعض الأشياء لها قبح ذاتي كالظلم والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لكنه منزه عن فعل القبيح وليس معنى ذلك أنه إذا فعل قبيحا فذلك القبيح يصير حسنا كلا الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح والقبيح لا ينقلب عن قبحه إلى حسن لأن قبحه ذاتي له الظلم قبيح ذاتا فلا يمكن أن ينقلب الظلم من قبيح إلى حسن صحيح الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وقادر على أن يظلم لكنه لا يظلم لقبح الظلم والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يرتكب الظلم لذلك حينما الله سبحانه وتعالى يعاقب بعض الناس سواء في الدنيا أو في الآخرة فعقابه عدل لأنهم يستحقون ذلك العقاب ولذلك في آية من القرآن في قضية أن جماعة من الناس احترقت أشجارهم بسبب أنهم أرادوا أن لا ينفقوا من بستانهم ثم لما رأوا الطائف الليلي جاء وقد أحرق أشجارهم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين إذا هذه الأشجار احترقت لأننا ظلمنا أنفسنا لأننا قررنا أن لا ننفذ حكم الله سبحانه وتعالى في الزكاة وفي الإنفاق فالله سبحانه وتعالى عاقبنا فإذا عاقبنا الله سبحانه وتعالى ليس بالظلم منه بل نحن كنا الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين أو مثلا حينما ينزل العذاب على المشركين في يوم القيامة على الكفار هؤلاء يقرون بأن الله سبحانه وتعالى بعدله عاقبهم والظلم كان منهم سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يوم القيامة عندما تصير والله سبحانه وتعالى يحاسب المؤمنين والكافرين هؤلاء يعلمون بأن الله سبحانه وتعالى قد وعد بذلك والله يفي بالوعد لأن خلاف الوعد قبيح والله سبحانه وتعالى منزه عن القبح نعم مخالفة الوعيد لا بأس بها يعني أنت تهدد شخصا ثم تعفو عنه هذا لا بأس به أما أن تعده موعدة حسنة ثم لا تنفذ تلك الموعدة خلف الوعد قبيح والله سبحانه وتعالى منزه عن القبح هذا مورد آخر المورد الثالث تنزيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقين مثلا في هذه الآية حينما الله سبحانه وتعالى خاطب موسى عليه الصلاة والسلام في طريق عودته من مدين إلى مصر حينما وصل إلى الشجرة وكان النار يخرج من تلك الشجرة فكلمه الله سبحانه وتعالى حتى واحد لا يزعم أن الله سبحانه وتعالى في تلك الشجرة لذلك الآية تقول أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين أن بورك من في النار ومن حولها لا تتصور أن الله سبحانه وتعالى كان في ذلك النار أو كان في تلك الشجرة التي كان يخرج منها النار أو أن الله هو حول تلك الشجرة وحول ذلك النار أو تلك النار في المكان كلا الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الحلقات الماضية وخالق المكان وهو الذي يحيط بالمكان فلا يعقل أن يحيط به مكان أو أن يحتويه مكان فلذا الآية تقول أن بورك من في النار ومن حولها لا تتصور أن ذلك الذي في النار أو ذلك الذي حول النار هو الله الآية تكمل وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون في ذلك المكان لأنه رب العالمين فلا يعقل أن يحتويه العوالم المختلفة أو المكان المحدود فمن كان في النار وحول النار موسى والملائكة هناك مجموعة من الملائكة وموسى موسى كان قريبا من النار والملائكة بعضهم في النار وبعضهم حول النار هؤلاء الله سبحانه وتعالى بارك فيهم فلذلك سبحان الله رب العالمين لأجل دفع هذا التوهو وأيضا مورد آخر حينما الله سبحانه وتعالى ينزل المعاجز إما تلك المعاجز فعل مباشر من الله سبحانه وتعالى كالقرآن الكريم القرآن الكريم خلقه الله سبحانه وتعالى القرآن مخلوق وليس كما يزعم بعض الذين ينتحلون الإسلام بأنه ليس بمخلوق لا الله سبحانه وتعالى خلق القرآن حتى أن بعضهم للسخافة معتقدهم يقولون أن القرآن ليس بمخلوق حتى هذه القرائن المطبوعة يقول هذه القرائن المطبوعة ليست بمخلوق إذا أنت قرأت آية من القرآن خرجت هذه الأمواج الصوتية من فمك يقولون أن هذه الأمواج الصوتية ليست مخلوقة هذه القرائن المطبوعة هذه صفة لله سبحانه وتعالى وهذا الصوت الذي يخرج من فمك صفة لله سبحانه وتعالى على كل حال الله سبحانه وتعالى قد ينزل المعجزة مباشرة من غير واسطك القرآن خلقه الله سبحانه وتعالى وأنزله أحياناً الله سبحانه وتعالى يقدر يعني يعطي القدرة لنبي من أنبيائه لكي يقوم بالمعجزة كعيسى عليه الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام بلمسة يد كان يبرئ الأكمه والأبرص وكان يحيي الموتى لا أن الله سبحانه وتعالى بالمباشرة كان يفعل ذلك وليس لعيسى أي دور فيه كلا وإنما الله سبحانه وتعالى أعطى عيسى القدرة وعيسى بقدرة منحها الله إياه كان يحيي الموتى وكان يبرئ الأكمه والأبرص فإذن هذا مورد آخر من موارد تنزيه الله سبحانه وتعالى أن يكون أحد يتمكن من أن يأتي بمثل ما يصنعه الله سبحانه وتعالى هل يتمكن أحد أن يأتي مثل المعاجز؟ كلا هل يتمكن أحد من أن يأتي مثل القرآن؟ كلا هل أحد يتمكن أن يأتي مثل عصى موسى أو ما كان يفعله عيسى من المعاجز؟ أو سار الأنبياء؟ كلا في حين المعاجز أيضا استعملت كلمة التسبيح لذلك حينما طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وآله معاجز شتى بعض الأحيان كان طلبهم يستجاب لأنه كان طلبا حقيقيا إنه واحد يجي يطلب من الرسول معجزة وهو قد جاء لكي يسلم فلذا كان الرسول صلى الله عليه وآله قد يريه معجزة ومعاجز الرسول كثيرة جدا ما يقارب الأربعة آلاف معجزة دونت لرسول الله صلى الله عليه وآله هذا في المورد الذي كان الهدف منه بيان صدق الرسول لهؤلاء المشركين الكفار أو كان رجل جاء ويريد أن يسلم لكن يريد أن يرى معجزة بعض الأحيان هؤلاء رأوا معجزة كانوا يريدون معجزة أخرى قل لماذا تريد معجزة أخرى؟ إذا تريد أن ترى وتعلم بأن هذا الشخص رسول من قبل الله سبحانه وتعالى فقد أراك معجزة إذا تلك المعجزة غير كافية معاجز أخرى أيضا غير كافية لك المعاند لا يكفيه شيء وإنما يرى معجزة لإتمام الحج عليه ثم بعد ذلك لا يرى معجزة أخرى لأنه المعاجز ليست ملعبة المعاجز إنما الله سبحانه وتعالى يجريها على يد أنبيائه ليتبين صدقهم عادة فإذا ثبت صدقهم مرة أخرى لماذا تجري المعجزة خلاف السنن الكونية الظاهرية؟ ليست ملعبة زيان هؤلاء المشركون رأوا معاجز كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وكل يوم جايين يقترحون معجزة كأنه صارت ملعبة بيدهم الله سبحانه وتعالى يقول للرسول قل لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ هذه المعاجز من الله سبحانه وتعالى إما بالمباشرة أو بإقدار النبي لأن يأتي بهذه المعاجز إذا المعاجز تكفيكم المعاجز السابقة كانت تكفي تقولون ليست بمعجزة؟ زيان ائتوا بمثلها إذا علمتم بأنها معجزة ولم تتمكنوا من الإتيان بمثلها فلماذا تريدون معجزة أخرى؟ وإذا جئنا بمعجزة أخرى أيضا لا تؤمنون فإذن هذا مورد آخر من موارد التسبيح بأن الله سبحانه وتعالى ينزح من أن يتمكن أحد أن يكون له قدرة كقدرة الله سبحانه وتعالى وأن يأتي بمعجزة كمعجزة كالمعاجز التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يد أنبيائه فإذن لنفي الشريك استعمل التسبيح لنفي الولد استعمل التسبيح لتنزيه الله عن النقص استعمل التسبيح تنزيه الله عن صفات المخلوقين استعمل التسبيح حين المعاجز أيضا استعمل التسبيح بأنه لا يمكن أن تكون قدرة في مقابل قدرة الله سبحانه وتعالى وحتى الأنبياء قدرتهم ليست في عرض قدرة الله سبحانه وتعالى وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدرهم فهم عب فهم عبيد والله سبحانه وتعالى أكرمهم طهرهم استفاهم وأجرى على يدهم المعاجز أو أقدرهم على أن يأتوا بتلك المعاجز فهنا هشام ابن الحكم وهو من كبار أصحاب الإمام الصادق طبعا هو في بداية حياته كان منحرف والله سبحانه وتعالى هداه مثل كثير من الصحابة أو أكثر الصحابة كانوا مشركين لكن الله سبحانه وتعالى هداهم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك كثير من أصحاب الأئمة قبل أن يلتقوا بالأئمة كانوا منحرفين إما كانوا من العامة أو أصحاب المذاهب الفاسدة المنحرفة وكان أحدهم هشام ابن الحكم ولذلك هو قبل أن يهتدي على يد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان من المجسمة يعتقد بالتجسيم وكان رجلا منطيقا حتى أن أحد أقرباءه كان من المؤمنين حينما قالوا له أنه ائت بهشام إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام خاف خاف من هذه الجهة قال إن لسانه حاد فخاف أن يهين الإمام عليه الصلاة والسلام لكن أصروا عليه والتقى بالإمام وتكلم مع الإمام عليه الصلاة والسلام واحتدى ثم بعد ذلك الإمام بيّن له المعارف بالتدريج لذلك علم أن الله ليس بالجسم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص وتعلم 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 إلى أن صار من المتكلمين الذين يناظلون في الدفاع عن العقيدة الصحيحة العقيدة الحقة زيان فهشام بن الحكم كان يأتي إلى الإمام الصادق ويتعلم منه من جملة ما في هذه الرواية يقول هشام بن الحكم سألت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن سبحان الله شنو معناه سبحان الله فقال أنفة الله الأنفة يعني الاستنكاف والكراهة عن الشيء نقول فلان يأنف عن كذا والمراد هنا تنزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك وعن صفات المخلوقين وعن كل النقص كما ذكرناه أنفة الله يعني الله سبحانه وتعالى منزه لأن الإنسان يأنف أي شيء يأنف الشيء الذي يعتبره نقصا فيأنف عنه والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص والله سبحانه وتعالى منزه عن شريك منزه عن ولد وعما إلى ذلك ما بيناه وأما الحديث الآخر فهو عن هشام الجواليقي أيضا هشام الجواليقي قبل أن يلتقي بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان منحرفا عقيدته كانت فاسدة وكان من أصحاب صفوان بن الجهم الجهمية فرقة من العامة إلى أن التقى بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام واهتدى على يديه فعلمه الإمام عليه الصلاة والسلام المعارف في التوحيد وفي النبوة وفي الإمامة وفي مسائل الدين إلى أن برع في ذلك أيضا هشام الجواليقي يسأل الإمام الصادق عن معنى سبحان الله الإمام يجيبه قال تنزيهه هو تنزيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل هذه النقائص الجواب إلى هشام بن حكم أنفة الله يعني الله سبحانه وتعالى أعلى من أن يكون له شريك وأن يكون له ولاد وأن يكون له نقص الجواب إلى هشام الجواليقي تنزيه الله يعني أنت عليك أن تنزه الله سبحانه وتعالى فهنا جهتان بيان الواقع أن الله سبحانه وتعالى أعلى من كل ذلك وبيان تكليفك العملي أنت تكليفك العملي أن تنزه الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة إلى القسم الأول من حديثنا وهو الكلام حول معنى سبحان الله أما القسم الثاني من حديثنا فيتعلق في الحديث الثاني عشر من هذا الباب باب معاني الأسماء وإشتقاقاتها من الكافي الشريف وهو رواية عن الإمام الجواد يسأله أبو هاشم الجعفري أبو هاشم الجعفري كان من ذرية جعفر الطيار وكان من أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري وقد رأى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وكان عظيم المنزل عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام فأبو هشام الجعفري أبو هاشم الجعفري يسأل أبا جعفر الثاني يعني الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام ما معنى الواحد شنو معنى الواحد حينما نقول إن الله واحد ما هو معنى الواحد الجواب أن الواحد قد تستعمله بمعنى الواحد العددي تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس له ثاني لا يمكن أن يكون له ثاني حتى تقول هذا واحد وذلك اثنان وذلك ثلاثة وذلك أربعة أو هذا واحد وهذا واحد آخر هذا يعبر عنه بالواحد العددي الله سبحانه وتعالى ليس واحدا عدديا وإنما الواحد في الله سبحانه وتعالى بمعنى المتفرد عن كل شيء في ذاته وفي صفاته وجود الله سبحانه وتعالى يختلف عن وجود المخلوقات ليس كمثله شيء صفات الله سبحانه وتعالى تختلف عن صفات المخلوقات وقد ذكرنا فيما مضى نحن نقول فلان يعلم ونقول الله يعلم علم الله ليس بمعنى علم المخلوق علم المخلوق علم حضوري أو حصولي علم الله سبحانه وتعالى ليس ذلك وإنما علم الله سبحانه وتعالى لأنه من صفات الذات هو عين ذات الله ونحن لا ندرك كنح علم الله سبحانه وتعالى وإنما المقدار الذي نتعقله من علم الله هو أنه ليس بجاهل أما حقيقة علمه تختلف عن حقيقة علمنا اللافظ واحد نقول الله يعلم زيد يعلم لكن علم الله حقيقته تختلف عن حقيقة علم زيد لذلك ليس لله شريك في علمه وكذلك وجود الله سبحانه وتعالى الله موجود زيد موجود وجود الله يختلف عن وجود المخلوقات ذاك وجود الواجب وهذا وجود الممكن سنخ الوجود يختلف حقيقة الوجود يختلف والجامع لذلك ما قاله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ليس كمثله شيء فيقول سألت أبا جعفر ما معنى الواحد فقال اجماع الألسن عليه بالوحدانية يعني الفطرة في كل الناس حتى الملحد حتى الكافر له فطرة الله سبحانه وتعالى جعل فيه الفطرة وهذه الفطرة تعلق فكر هذا الإنسان خاصة في المواقع الذي تنزل عليه المصائب فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين هذه الفطرة هي التي تسوق الإنسان إلى الله الواحد بمعنى المتفرد إجماع الألسن عليه بالوحدانية كقوله تعالى وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ الجميع حتى المشركون يعلمون بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى وهذا موجود في فطرتهم لكن يشركون بالله في مواقع الضعف والمصائب الفطرة تظهر نفسها يعلم بأنه لا أحد يتمكن من أن يصنع صنع الله سبحانه وتعالى فلم يكن واحدا عدديا أنه هذا واحد وذاك واحد هذا ينقذنا وذاك ينقذنا لا أنه متفرد في هذه الصفة وكذلك متفرد في ذاته ومتفرد في جميع صفاته ونختم الكلام برواية رواها في الوافي روية أن زنديقا دخل على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فسأله عن الدليل على إثبات الصانع الزنديق بمعنى الذي لا يعتقد بوجود الله الملحد يعني فأعرض عنه الإمام لم يجبه جوابا مباشرا لأنه بعض الأحيان الجواب المباشر لا يدركه الطرف المقابل فأنت لازم تستدل بما يدرك ثم التفت إليه وسأله من أين أقبلت وما قصتك فقال الزنديق إني كنت مصافرا في البحر فعصفت علينا الريح وتقلبت بنا الأمواج فانكسرت سفينتنا فتعلقت بساجة منها يعني باللوحة أو خشبة ولم يزل الموج قلبها حتى قذفت بي إلى الساحل فنجوت عليها فقال عليه السلام أرأيت الذي كان قلبك إذا انكسرت السفينة وتلاطمت عليكم الأمواج فزعا عليه مخلصا له في التضرع طالبا منه النجاة لاحظت يعني في هذه الحالة اللي انقطعت كل الأسباب عنك قلبك تعلق بشيء ينقذك فهو إلهك هذا قلبك اللي اعتقد بي هو الرب هذه الفطرة عن بعض علماء النفس أحد الأخوة نقل عن بعض علماء الناس في أمريكا يقول تركيبة مخ الإنسان بكيفية هذه تسوق الإنسان إلى الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى طبعا هو كان يقول هذا الشخص علماء النفس هو ملحد ولكن كان يعترف بهذه الحقيقة أن مخ الإنسان بتركيبته تسوق الإنسان يسوق الإنسان إلى الاعتقاد بخالق له أنا قلت له هذه هي الفطرة الفطرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كل إنسان وذلك من قوله وإذا مسكم الضر في البحر ظل ما تدعون إلا إياه فإذن الواحد في الله ليس واحدا عدديا هذا واحد ذاك واحد لا وإنما ما لا ثانية له والمتفرد في الألوهية والخالقية وفي ذاته وفي صفاته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر